الليحة طبعاً في لجنة شكلت بقرار مجلس إدارة لسياغة مستوى الليحة وأنا مشارك فيها ومشارك فيها برضو سادة أعضاء مجلس الإدارة وسادة أستاذ عامري فاروق وبئة الأعضاء إحنا استندنا في إعداد الليحة إلى الليحة السابقة الأديمة اللي هي بتاعت النادي الأهلي اللي هي مشهرة تبقى هنا الرياضر السابق 77 ثم كنا عملنا الليحة 2014 في المجلس السابق إحنا جمعنا كل السوابق الخاصة بالنادي الأهلي من اللوايح داخلية واللوايح خارجية وطبعاً في الآخر قانون الرياضة الأخير السادر لأن المفروض أن الليحة لا تخالف أي نصف القانون يعني الليحة 129 مادة المشروع يعني المشروع وأعيد ساغتها أكثر من مرة قبل ما تتعذى على سادة الأعضاء يعني حصل منخشة وحصل تصوية لبعض المواد ولم يوافق المجلس إدارة على بعض المواد لأن طبعاً الليحة هي مشروع في النهاية وفي النهاية طبعاً مجلس إدارة هو المرجع الأول والأخير لأن أي ليحة بتعرض بقرار أو بمذكرة من مجلس إدارة على جمالة عمية سواء كانت جمالة عمية عادية أو غير عادية فمجلس إدارة هو المرجع الأخير في الموافقة إحنا عملنا أكثر من لجنة وتلقينا كابتن خطيب فتح الباب للليحة كمشروع للمنخشة مشروع أخير وعرض على سادة العضاء النادي ووجهت لهم كلهم الدعوة لإبداء ملحوظات اللاحة طبعاً قبل للتعديل والحز والإضافة وأي نص غامض يفسر إلى آخره يعني وبالتالي ووجهت برضو اللايحة إلى السادة عضاء مجلس إدارة والرساءة مجلس إدارة السابقين كلهم عشان برضو يبقى المنخشة يعني إحنا عيلا واحد فالجميع يجب يدلي بدلوه في المسروع اللايحة وبالتالي إحنا جلنا على أكثر من مرحلة أول تعديلات 11 تعديل مخترح وصفيت إلى 6 تعديلات وكان المعيار أن المواد اللي خدت مخترحات 70-75% تبقى جديرة بعت النظر فيها تاني ما الحراء برضو جلنا حوالي 18 مخترح أو 20 تعريباً وعرضت هذا الكلام على مجلس إدارة الأخير أطولنا أول مبارح ومجلس إدارة برضو لي وجهة نظر في بعض المواد ستعرض علينا النهاردة بإذن الله وبعض المواد هو وافق على رأي اللجنة لأنه برضو أنا بأكد أن اللجنة برضو رأيها استشاري في النهاية يعني والمرجع الأول وأخير لرئيس مجلس دارة ونائب رئيس مجلس دارة وسيد أمين السندوق وبيت الأعضاء كابت خطيب قال والله يعني الأمر مفتوح وطلق المخترحات لغات يوم 9-9 على أساس أن اللجنة ستبقى بسيقة نهائية معروضة لأستاذ الأعضاء قبل الجماعية مثلا بـ 20 يوم أو 15 يوم يعني حسب القانون يعني وبالتالي يعني هتقف الباب تلقي المخترحات إن شاء الله يمتسع